هنأ الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي البابا طوادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكراز المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعشر وزير الدفاع إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد واحتفال بمعاني المحبة والتسامح التي دعت لها جميع الشرائع السماوية لنبدأ تطرف نشر الخير على الأرض قام الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا طوادرس الثاني بابا الأسكندرية بطريارك الكراز المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وأشار الفريق أول محمد زاكي إلى أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح يمثل إحياء لقيم المحبة والتسامح والسلام التي دعت إليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف معربا عن اعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط الذين يؤدون مهمهم الوطنية للحفاظ على طراب هذا الوطن وصون أمن شعبه العظيم ومؤكدا أن مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا لكل الشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل من جانبه قدم قدسة البابا تودرس الثاني الشكرى والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهدهم الوطنية المخلصة مؤكدا على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره متمنيا دوام التوفيق لمصر الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التي ستظل دائما درعا قويا وحصنا منيعا لمصر وشعبها شعبها